يحتضن رواق محمد القاسم بالعاصمة العلمية فاس حالياً معرضاً حول سلاطين وملوك الدولة العلوية عبارة عن بورتريهات أنجزها الفنان التشكيلي إدريس حمرراس ويضم المعرض الذي يحمل شعار الفن إبداع وموطنة 32 لوحة فنية تقدم للمتلقي لمحة عن صور ووجوه رموز الدولة العلوية الذين ميزوا تاريخ المغرب منذ عهد مليع الشريف المؤسس وحتى العهد الحاضر بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال قمت بإعداد معرض للسلاطين والملوك العلويين ابتداء من مليع الشريف إلى عصري مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نتره الله المواد اللي كنشتغل بها هي الصباغ الزيتية وكذلك الصباغ المائية أكخيليكة فكنشكر الفنان الأول سيدي محمد السادس نصره الله وإيداه وكذلك أشكر السيد المدير الجهوي لجهة فاس مكناس وكذلك مدير الرواق كنشكرهم جزيلا شكر على المساعدة ديرهم لي باش ندير حد المعرض هذا وينظم المعرض الذي يستمر إلى غاية 30 يناير الجاري بمبادرة من المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس بتعاون مع جمعية ألوان وفنون بتهلة وذلك بمناسبة ذكرى تقديم وثقة المطالبة بالاستقلال اشتركوا في القناة